اشتركوا في القناة الذي جاد على النفوس قبل ان يلامس الارض وفي صباح اليوم لم تكن احياء البحرين وشوارعها على علم بموعدها مع تجمع مياه الامطار حتى ان مجلس بلدية المحافظة الجنوبية اضطر لتعليق جدول اعماله في جلسة اليوم ليناقش ما خلفته الامطار ويتفرق لشكاوى المواطنين الاسب الشديد اللي صار ان من الساعة واحدة وثلاث احنا موجودين بالشوارع من اتصالات الاهالي مع بدء هطول الامطار على البحرين الامطار كانت غزيرة كميات كبيرة مبسيطة وتأثرت احياء سكنية خاصة احياء القديمة وفي ضوء ذلك فقد سبق لوزارة الاشقال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ان شكلت لجنة عليا تعنى بحل مشاكل الامطار بعضوية كل الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للتعامل مع موسم الغيث مع طرح مناقصة جديدة لتوفير صهارجة لشفط المياه بقيمة 220 الف دينار بحريني كأولوية رقم واحد هي معالجات شبكات الصرف الصحي والتأكد ان هذه الشبكة لن تمازج مع مياه الامطار لانها بسبب كارثبيئية فيما يخص المواطن اللي هو الاحياء السكنية هذه طبعا رقم واحد هو الصرف الصحي هو يتعامل مع هذا الموضوع وعندنا مناقصة لها علاقة بهذا الموضوع وتنكرات او سيارات الشفط المياه والطرقات نفس الشيء فيما يخص المواطن وهي المناطق الداخلية هي شيء يخص شؤون البلديات واللهوة في الوزارة ايضا واحنا ننسق مع المجالس البلدية وننسق ايضا مع شؤون البلديات في توفير صهارج لأيضا نزع هذه المياه السطحية من اماكن تجمعها البلدية طبعا عندها مهام اللي هي الشوارع الداخلية قاعدة تقوم بالشفط والوزارة كوزارة الاشغال في قسم المجاري هم قاعدين يقومون بالشوارع الرئيسية بالدات للشفط والاجراء اللازم على الرقم مما خلفته امطار البارحة من اثار على بعض البيوت والشوارع الا انها تبقى امطار خير وبركة من المتوقع ان تزداد حسب تنبؤات ادارة الارصاد الجوية وهذا ما دفع ادارة الدفاع المدني والادارة العامة للمرور ان تهي باب المواطنين والمقيمين باخذ الحيطة والحذر في البيوت وعلى الطرقات بسام لبدوي لمركز الاخبار تلفزيون البحرين